وفي نقطة النقطة الأولينية اللي بتاعتنا النقطة السلوكية أو النفسية إحنا ككبار لازم نثبت قدام أولادنا اللهم إنا نسألك ثباتة في الأمر الهزة دي العينه عليك شايف ماما متوترة شايف بابا مش ده بابا الطبيعي مش قادر يدي الحنان الطبيعي بتاعه أو مش قادر يهزر الهزارة الطبيعي ده بينتقل ليه؟ يعني هنا في عندنا جزء نفسي وجزء معرفي أو معلوماتي زي ما كنت حاجة بتكلمي إنه الأطفال الجزء المعلوماتي ممكن مؤلمين بيتعرف شكل الفيروس عامل إزاي الأطفال الصغارين وبنرسمه لهم ونشوف الأهلانات وعارف إزاي بيخترق وبيعمل إيه وحافظها حافظها بس مش فاهمها قوي مش فاهم العواقب مش فاهم العواقب بالضبط فكل ما طريقة القصصية أو اللي فيها المناعبة الأب أو الأم وهم بيكلموا أطفال بيقولون ده ممكن يعمل كذا أو لو عندي مكت أو عندي حاجة أو عندي عروسة أو عندي دبدوب حتى بشرة حالية وعمل نعم بكوح زي الدبدوب وتعالوا يساعدوني هاتولي مية هاتولي كذا هذه الطريقة ظريفة جدا في التوصيل زي ما حاكت تقولي برضو مشكورة حتة الامتحنات يعني هنالأ على ألأ دوقتي زي ما في القرآن بيقولك وهنا على وهن يعني ستة أصلا ضعيفة ولما بتحمل بتبقى أضعف تواهنا على وهن مش الراجل اللي بيحمل فنفس الشيء احنا دينا امتحنات وعندنا فيروس كورونا وبعض البيوت كمان وكل الأزواج وكل الآباء وكل الأمهات اللي عندهم مشاكل خاصة ان احنا نعلو فوق مستوى المسئولية شوية في الفترة القادمة اللي كان بيقول عليها الدكتور ماهر دي ايو فانت بالضبط احنا دقين شهر 11 و 12 و 1 في قلق جاي وبنا يسترى وعايزين نمسك في ايد بعض وعايزين نثبت فمش وقته بقى ان احنا نقعد نتخانق على حاجات صغيرة مالهاش معنا في هذه اللحظة قدام الولاد عشان يحضرونا بالعكس احنا مصدر الأمام يعني احنا شغلتنا السيكوريتي بتاعت الأطفال فما جيش اقولهم معرفش وانا مش هعيش ازاي وكفاية ان هو عامله ده بالعكس انت هاي لنخدنا يعني نستثمر الوقت ده في ان احنا نحل مشاكلنا اه احنا عايزين نحضرهم لده والمعلومات اللي بتعطي تبقى معلومات بتخلينا نهدى ونسبت يعني لا يا حبيبي ما تخافوش الفيروس بس لو انتوا لبسنا تقلنا لو حقنا على بوقنا المسك